أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي هو ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيعة وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فما زلنا نواصل الآيات الكريمة في هذا الدرس من الآية الثامنة والثلاثين بعد المئة إلى الآية السابعة والأربعين بعد المئة قال الله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قوله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر لما بين الله تبارك وتعالى أنواع نعمه على بني إسرائيل بأن أهلك عدوهم فرعون ومن معه وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم أتبع ذلك بالنعمة العظمى وهي أن جاوز بهم البحر الأحمر ونجاهم من هذا العدو الذي طالما كان يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم ويذيقهم الذلة والهوان وكان هذا في يوم عاشوراء كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة وجد اليهود صياما فقال ما هذا اليوم في يوم العاشر من المحرم قالوا هذا يوم عظيم نجَّى الله فيه موسى ومن معه وأغرق فرعون ومن معه فصامه موسى شكراً لله فنحن نصومه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه سيأتي جاوزنا أبن إسرائيل البحر الذي هو بحر القلزم بعضهم يسميه وهو البحر الأحمر وسيأتي تحديد هذا فأتوا على قوم يعكفون العكوف هو الملازمة على الشي بنية العبادة فمروا على قوم قيلهم الكنعانيون ويعرفون عند العرب بالعمالقة وكانوا يعبدون أصناماً على صور البقر ويقيمون عندها ويتبركون بها فمر بن إسرائيل على هؤلاء الكنعانيين اللي هم العمالقة فقال جهلة بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله وقوله تعالى قبل ذلك فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم على أصنام لهم هذا زيادة تشنيع بهم وتنبيه على جهلهم وغوايتهم في أنهم يعبدون ما هو ملك لهم فيجعلون مملوكهم إلههم على أصنام لهم على أصنام مملوكات لهم فقال قوم موسى قال جهلة بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آله فأجابهم موسى عليه السلام بقوله إنكم قوم تجهلون وقولهم هذا اجعل لنا إلها يدل على أن بني إسرائيل قد انخلعوا في مدة إقامتهم بمصر عن عقيدة التوحيد وحنيفية إبراهيم ويعقوب كما أشرت إلى ذلك التي وصَّى بها في قوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون لأنهم لما كانوا في حال ذل واستعباد ذهب علمهم وتاريخهم ومجدهم واندمجوا في ديانة الغالبين لهم فلم تبق لهم ميزة تميزهم إلا أنهم خدم وعبيد لفرعون وقومه فأجابهم موسى بشدة وغلظة تناسب ما طلبوا فقال إنكم قوم تجهلون أي تجهلون عظمة الله وجلال الله وما يجب أن ينزه عنه من الشريك والمثيل وأي جهل أعظم من جهل الإنسان بربه وخالقه حيث يريد أن يسوي به غيره من من لا يملك له ولا لغير نفعا ولا ظرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولهذا وصفه موسى بالجهل المطلق وأكده وين تأكيده أحسنت إنكم إنكم لأنه لا جهل أعظم ولا أشنع من قولهم اجعل لنا إلها كما لهم آله هذا جزاء شكر النعمة ثم قال موسى عليه السلام لهم إن هؤلاء القوم إن هؤلاء الذين أعكموا على هذه الأصنام إن هؤلاء متبر ما هم فيه الله مهلك ما هم فيه من العمل ومحاسبهم عليه والتتبير هو الإهلاك وباطل ما كانوا يعملون يعني من عبادتهم لهذه الأصنام فهو مضمحل وزائل وذاهب بدون نفع لأنه لغير الله كما قال الله تعالى عن أعمال المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ثم قال موسى أغير الله قال أغير الله يبغيكم إلهاً وفضلكم على العالمين يعني أطلب لكم إلهاً غير الله المألوه الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله سبحانه وبحمده أغير الله الاستفهام هنا حسنت للإنكار والتعجُّب من طلبهم الاستفهام هنا أغير الله للإنكار والتعجُّب من طلبهم أغير الله يبغيكم إلهاً وهو فضلكم على العالمين يعني على عالم زمانكم بأن جعلكم من ذرية رسول وأنبياء وبأن منهم رسولاً وأنبياء وبأن الله جل وعلا هداهم إلى التوحيد وخلَّصهم من دين فرعون وشره وأيَّدهم بنصره وآياته فهذا يقتضي أن يقابلوا ذلك بشكر الله وإخلاص العبادة إلى وحدة دون سواه ومن هذه المنن وإذ نجَّيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يُقتِّلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاءٌ من ربكم عظيم يسومونكم أن يُذيقونكم أشدَّ العذاب ويُسخرونكم لخدمتهم والأعمال الشاقة ومن العذاب الشديد أنهم يُقتِّلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم يعني في سومهم إياكم سوء العذاب اختبارٌ من الله لكم بلاء اختبار أو في نجاتكم من عذابهم أيضاً بلاءٌ من ربكم عظيم أي نعمةٌ جليلة ومنحةٌ جزيلة فإذن إما أن يكون قول وفي ذلكم اللّه تقتيل السوم سوء العذاب اللّه تقتيل الأبناء ويبقاء النساء أو وفي ذلكم يعني في إنجائكم وبلاءٌ من ربكم عظيم على المعنين إما أن كان على المعنى الأول اللّه هو الآذى والتقتيل فبلاء له ها؟ معنة وشدة واختبار أو بلاءٌ من ربكم عظيم نعمةٌ جليلة ومنحةٌ جزيلة على كل المعنين ولا شك إن الله سبحانه وتعالى يقول وبلوناهم بالحسنات والسيئات ونبلوكم بالشر والخير فتنة ولما تمت نعمة الله عليهم ونجّاهم من عدوهم ومكّنهم في الأرض أراد تبارك وتعالى أن يتم نعمته عليهم بإنزال الكتاب الذي فيه هدى ونور وأحكام وعقائد فهيّأ الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام ليلقي عليه التوراة ولهذا قال الله جل وعلا ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وعد الله موسى ثلاثين ليلة يتهيّأ فيها موسى لتلقي الشريعة صام موسى الثلاثين وأتمها الله بعشر فصالت صارت أربعين يستعد موسى ويتهيّأ لوعد الله ويكون لنزولها موقعٌ كبير وتشوّق إلى إنزالها يعني لو نزلت مباشرة قد ريّأ كلها الوقع الكبير لكن إذا قيل بعد ثلاثين ليلة وبعد أربعين سيأتيكم كتاب فيه هدى ونور ورحمة وكذا يتهيّأون يستعدون لهذه النعمة العظيمة التي فيها صلاح القلوب وهداية القلوب وقال موسى عليه السلام لأخيه هارون عليه الصلاة والسلام أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين لأن موسى عليه السلام سيذهب إلى لقاء ربه فإذا كان موسى سيغاب عن بني إسرائيل هذه الغيبة الطويلة لا بد أن يقوم أحد مكانه فوصّى هارون عليه الصلاة والسلام وهو أكبر سنًّا من موسى وكان محبّبًا في بني إسرائيل لأنه كان ليّ معهم وموسى يأخذهم بالقوة فكانوا يحبون هارون أكثر من ما يحبون موسى وقال موسى لأخيه هارون عند العزم على الصعود إلى الجبل لمناجات الله وأخذ التوراة أخلفني في قومي يعني كن خليفتي فيهم وأعمل فيهم بما كنت أعمل من باب التنبيه والتذكير لبني إسرائيل وإلا فإن هارون نبي وأصلح أصلح بحملك إياهم على طاعة الله وعبادته ولا تتبع سبيل المفسدين لا تسلك طريق الذين يفسدون في الأرض بمعصيتهم لله ومعونتهم أهل المعاصي على عصيانهم قال الله وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّه قَالَ رَبِّ أَلِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانهم فسوف تراني أيها لما جاء موسى عليه الصلاة والسلام لميقات الله تعالى وحصل له التكليم من الله من غير واسطة وبلغ هذه المنزلة العالية التي سُمِّي بسببها كليم الله كلمه الله بما كلمه من أمره ونهي وحيه تشوَّق موسى إلى رؤية الله حُبًّا لربه واشتياقًا لرؤيته فسأل الله أن ينظر إليه قال ربي أرني أنظر إليك قال الله له مُجيبًا لن تراني يعني في الدنيا كما جاء عن ابن عباس فرؤية الله في الدنيا ممنوعةٌ شرعًا ولهذا جاء في الصحيح من حديث بذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن ليلة الإسراء هل رأيت ربك؟ قال نورٌ أن أراه وفي روايةٍ رأيت نورًا قال الشنقيطي في أضواء البيان استدل المعتزلة النافونة لرؤية الله بالأبصار يوم القيامة بهذه الآية على مذهبهم الباطل وقد جاءت آياتٌ تدل على أن نفي الرؤية المذكورة إن ما هو في الدنيا وأما في الآخرة فإن المؤمنين يرونه جل وعلا بأبصارهم كما صرَّح به في قول تعالى وجوهٌ يومئذٍ ناظرةٌ إلى ربها ناظرة وفي قوله عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذٍ لمحجوبون فإنه يُفهم من مفهوم المخالفة أن المؤمنين ليسوا محجوبين عنه جل وعلا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم وتواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا بأبصارهم إذن مذهب المعتزلة ومن تبعهم مذهبٌ فاسد والصحيح أن قوله تعالى لموسى لن تراني أن لن هذه ليست لنفي التأبيد حتى بن مالك قال في ألفيته ومن رأى النفي بلن مؤبدا مؤبدا فقوله ردد وسواه فعضدا فهنا ما تفيد نفي التأبيد إنما في الدنيا فقط ولا حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المؤمنين يرون أبهم تبارك وتعالى ومن دعاه الذي صحى عنه وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وفي قوله وكلمه ربه وكلمه ربه دليلٌ على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا وهذه الصفة ينفيها من ينفيها أيضا المعطل ومنهم معتزه على رأسهم وقد جرت بسبب هذه الفتنة فترة القول بخلق القرآن فتنة نفي صفة الكلام لله جل وعلا جرى فيها أذى عظيما لإمام أهل السنة والجماعة الإمام الصابر أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله ومن معه من أهل العلم الذين ثبتوا قال علي بن المديني رحمه الله نصر الله الإسلام برجلين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة ولولا أحمد لكفر الناس لكن الله جل وعلا ثبت وكان أول من بدأ هذه المحنة المأمون ثم قال الذهب عن المأمون كان بأسا وبلاءا على أهل الإسلام وكان ينضم إليه جماعة من المعطلة من المعتزلة وأثروا على اعتقاده وكان يتهيب من بعض أهل العلم من يزيد بن هارون فلما مات يزيد بن هارون قرابة سنة 218 للهجرة بدأ بامتحان الناس وثبت الله الإمام أحمد على القول بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإلي يعود وأن الله تكلم به حقيقة وأن الله يتكلم متى شاء بما شاء وتوارت المحنة من المأمون إلى المعتصم إلى الواثق حتى فرج الله عن الناس بالخليفة المتوكل رحمه الله قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني يقول بعض المعتزلة لما قرأ عليه وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا قال لا وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا فقال له قائل يا عدو الله هبك قلت هذا ما تفعل بقوله تعالى وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ما تحتمل شيء قال إيه والله وددت أني حككته من المصحف بسوء الله العافية ومن لم يجعل له له نوراً فما له من نور قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني يعني انظر إلى هذا الجبل فإن كان هذا الطور لا ينهد إذا تجلَّ الله له فإنك تقدر على رؤيتي أراد الله عز وجل أن يضرب لموسى وغيره مثلاً عن أن الله عز وجل قد احتجب بالنور عن خلقه لأن الخلق لم يهيأوا في هذه الحياة الدنيا لرؤية الله ما تتحمل أبدانهم ولا أبصارهم ولا قلوبهم وإنما هي لهم في الدار الآخرة إذا ماتوا على الإيمان وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القصط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية حجابه النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصر ومن خلقه سبحانه وبحمد الله يعني كل شيء لأن بصره ما ينتهي دون شيء لكن موسى عليه الصلاة والسلام لما أن الله سبحانه وتعالى قاله ولكن انظر إلى الجبل موسى كان معه أحد ولا لوحده اقرأ لآيات واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاته إذن موسى كان قد اختار من قوم سبعين رجلا لهذا الميقات فلما تجل الله تبارك وتعالى للجبل جعله دكا أي مدكوكا مستويا في الأرض وخر موسى صعقا أي سقط مغشيا عليه وخر كذلك السبعون رجلا لذا كانوا معه لعظمة ما شاهدوا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال بعض المفسرين أنهم كانوا في منعا عن موسى وظلّ لهم الغمام ووقفوا في مكان وموسى متقدم عليهم فموسى الذي خص بهذا الكلام ولهذا يقال موسى الكريم وهو موقف عظيم عجيب عجيب جدا وهذا يدلّك على أن بني إسرائيل رعوا من الآيات الشيء العجيب وخر موسى صعقا فلما أفاق قال تبت إليك يعني أفاقا من الصعقة اعتذر إلى ربه وقال تبت إليك وأنا أول المؤمنين بك من أنه لا يرىك أحد في الدنيا إلا هلك ولما رأى موسى عليه السلام أن السبعين الذي لمعه لا يزالون في صعقتهم وغشيتهم دع الله عز وجل أن يكشف عنهم فأجابه الله عز وجل وكشف عنهم وذكر الله عز وجل هذه الصعقة في الآية مئة وخمس وخمسين بعد المئة من هذه السورة واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وأيّاي وأشار سبحانه إلى أن قول بعض بني إسرائيل لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة أنه أمر كبير جدا وقد مر بنا في قول تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا ألنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم وقد روى البخاري ومسلم أن رجلا من اليهود جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد لطم وجهه فقال يا محمد إن رجلا من الأنصار لطم وجهي فسأل النبي عليه الصلاة والسلام الأنصاري يعني لما لطمت وجه اليهودي قال إني سمعت هذا اليهودي يقول والذي اصطفى موسى على البشر فقلت ومحمد قال فأخذتني غضبة فلطمته فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور كفته صعقة الطور يقول ما أدري وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام على جهة التواضع ولا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل رسل الأنبياء نقول هذا ولا نشك أن الله فضله على جميع الأنبياء والمرسلين لكن هذا الحديث لو مأخذ بعضها للعلم يوجهه أنه إذا كانت المسألة مسألة منافسة وتخيير فلا ينبغي لألا تقع العصبية وبعضهم يقول قاله عليه الصلاة والسلام من باب التواضع مسألة رؤية الله في المنام فيها لأهل السنة قولان من أهل السنة من لا يرى ذلك وذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه بالإمكان لبعض الناس أن يرى الله في المنام لكنه لا يلزم أن يراه يعني على يعني شيء معين لكنه يرى أن الله يأمره بشيء أو ينهاه عن شيء أو كذا فهذه مسألة فيها اجتهاد في داخل مدهب السنة والجماعة ولكن إذا نظر إذا تأمل الإنسان قول النبي عليه الصلاة والسلام وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ تَرُوا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا يَسْتَأْنِسْ بِأَنَّهُ حَتَّى فِي الْمَنَامُ لكن هذه تكلم فيها إمَّة وقال بإمكان رؤية الله في المنام بعض أهل العلم والله تعالى أعلم لكن الحديث عام وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ حَتَّى يَمُوتُ ولا شك إن رؤية المنام لو سُلِّم بها تختلف عن رؤية اليقظة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء لما قلها رأيت ربه قال رأيت نوراً وفي رواية نور أن أراه يعني كيف أراه ولما منع الله جل وعلا موسى عليه السلام من رؤيته في الدنيا أعطاه خيراً كثيراً قال الله جل وعلا يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين أي اخترتك واجتبيتك وفضلتك وخصصتك بفضائل عظيمة ومناقب جليلة فاصطفاه الله على عالم زمانه برسالاته وبكلامه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلمه الله ليلة ليلة الإسراء فحصلت الفضيلة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما حصلت لموسى عليه الصلاة والسلام فخذ ما آتيتك أي من الكلام والوحي والمناجات وكن من الشاكرين لله على ما خصك وفضلك كن من الشاكرين على ما خصك وفضلك والشكر هل يكون بالقلب أم يكون باللسان أم يكون بالجوارح أم بكلها بكلها الشكر بالقلب بأن تعترف بأن ما أنت فيه من النعم الدينية والدنيوية إنما هو من الله سبحانه وتعالى ليس بحولك ولا قوتك ولا ذكائك ولا اجتهادك وباللسان وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها بالجوارح استعمال هذه النعم فيما يرضي الله عز وجل ثم قال الله وكتبنا له في الألواح من اللي كتب؟ الله جل وعلا جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده وخط لك بيده يعني التوراة التوراة وخط لك بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى من اللي غلب؟ آدم وكتبنا له في الألواح من كل شيء يحتاج إليه العباد وكانت هذه الألواح كما ذكر ابن كثير مجتملة على التوراة التي قال الله تعالى فيها ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وقيل الألواح أعطيها موسى قبل التوراة فالله أعلم وعلى كل تقدير كانت كالتعويض له عما سأل من الرؤية ومنع منه والله أعلم هذا من يعني عطف اين عمين طيب أنه قد يكون من صفاته أنه تفرق وموقد أنه من صفاته أنه تفرق بين الحق والبعض فخذها بقوة يعني بجد واجتهاد على إقامتها وعزم على الطاعة وتنفيذ ما فيها ومنه قول تعالى يا يحيى خذ الكتابة بقوة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها كيف بأحسنها يعني وأمر بني إسرائيل أن يستمسكوا بها ويلتزموا بأحكامها فإنها قد اجتملت على أحسن التعاليم والأوامر الواجبة والمستحبة وأحسن قد يأتي لغير التفضيل وكذلك خير ومنه قول تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ومنه قول تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيل معنى أهل النار أصلا ما عندهم ما عندهم خير أبدا وفي قول آخر أن قوله تعالى وأمر قومك يأخذوا بأحسنها أن فيها ما هو حسن وأحسن أن في التوراة ما هو حسن وفيه ما هو أحسن كالقصاص مع العفو فالقصاص حسنة والعفو أحسن منه وكذلك سائر المباحات مع المندوبات فالمباحات حسنة والمندوبات أحسن قال ابن جريد الطبر رحمه الله فإن قال قائل وما معنى قوله وأمر قومك يأخذوا بأحسنها أكان من خصالهم ترك بعض ما فيها من الحسن أكان من خصالهم ترك بعض ما فيها من الحسن قيل لا لا ولكن كان فيها أمر ونهي فأمرهم الله أن يعملوا بما أمرهم بعمله ويتركوا ما نهاهم عنه فالعمل بالمأمور به أحسن من العمل بالمنهي عنه فالعمل بالمأمور به أحسن من المنهي عنه هذا قول ابن جريد الطبر رحمه الله يقول أمرهم الله أن يعملوا بما أمرهم بعمله ويتركوا ما نهاهم عنه فالعمل بالمأمور به أحسن من العمل بالمنهي عنه لأن الأمور فيها أوامر وفيه نواهي ففعل الأوامر أفضل من ترك النواهي وكل من عند الله وكل فيه أجر وكل فيه أجر سأريكم دار الفاسقين قال مجاهد مصيرهم في الآخرة كيف يصيرون إلى الهلاك والدمار والتباب بعدما أهلكهم الله وأبقى ديارهم عبرة بعدهم وقال قتاده سأريكم دار الفاسقين منازلهم يعني سترون عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي وهذا على وجه التهديد والوعيد لمن تكبر عنها وكفر بها كما أنه حظ أيضا على الاستمساك بالتوراة وما فيها إننا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور وقال قطرب وابن الأنباري وهذا قول آخر أيضا قول ثالث ناب أحسن وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ناب أحسن يعني سر بديلا عنه كما قال الفرز دق إن الذي سمك السماء بنا لنا بيتا دعائمه أعزوا وأطولوا أي دعائمه عزيزة طويلة فالمعنى وأمر قومك يأخذوا بها فإنها كلها حسنة وأمر قومك يأخذوا بها فإنها كلها حسنة كلها حسنة يعني يصير جاء بلفظ أحسن بدل عن لفظ حسن ثم قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية أي سأمنع فهم الحجج والأدلة على عظمتي وشريعتي سأمنع فهم الحجج والأدلة على عظمتي وشريعتي وأحكام وأحكام قلوب المتكبرين عن طاعتي ويتكبرون على الناس بغير حق أي كما استكبروا بغير حق فإن الله يذلهم بالجهل يمنعهم من الفهم ويصرفهم عن الآيات ويصرف الآيات عنهم كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه وقال ونقلب وفدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم ونذرهم في طغيانهم يعمهون يريد صرفهم عن الإيمان بآياته المنزلة وعن التفكر في عجائب مصنوعاته ومخلوقاته وذلك بالطبع على قلوبهم وقيل سأصرفهم عن إبطال آياتي سأصرفهم عن إبطال آياتي وإن اجتهدوا كما اجتهد فرعون في إبطال آيات موسى فأبى الله إلا علو الحق وانتكاس الباطل هل بينهما فرق ولا لا فرق بينهما فرق ولا لا فرق أكيد فرق الأولى سأصرفهم عن الإيمان بآياتي المنزلة وعن التفكر في عجائب مصنوعاتي ومخلوقاتي بالطبع على قلوبهم والمعنى الثاني سأصرفهم عن إبطال الآيات ومعارضتها وإن اجتهدوا كما اجتهد فرعون في إبطال آيات موسى فأبى الله إلا علو الحق وانتكاس الباطل هل ثم تفرق بالتأكيد سأصرف عن آياتي عن الاعتبار في آيات الله الأفقية والنفسية والفهم لآيات الكتاب الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق يعني يتكبرون على عباد الله وعلى الحق وعلى من جاء به فمن كان بهذه الصفة حرمه الله خيرا كثيرا وخذله ولم يفقه من آيات الله ما ينتفع به بل لرب من قلبت عليه الحقائق واستحسن القبيح عقوبة من الله له وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها يعني هؤلاء المتكبرين وإن يروا سبيل الرشد أي طريق الهدى والسداد الذي إن سلكوه نجوا من الهلكة وصاروا إلى نعيم دائم لا ينقطع لا يسلكوه ولا يتخذوه لأنفسهم طريقا وإن يروا سبيل الغي يعني طريق الضلال الموصل إلى دار الشقاء يتخذوه سبيلا طريقا يسلكونه ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين أي فيسلكوه استسلاما للشيطان والهوى المهلك ذلك أي السبب في انحرافهم ما هو أي نعم هو تكذيبهم بهذه الآيات العظيمة وغفلتهم عن التفكير فيها ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة وما سيلاقونه في الآخرة من جزاء وحساب ثم قال والذين كذبوا بآياتنا العظيمة الدال على صحة ما جاء به الرسل ولقاء الآخرة وما سيلاقونه في الآخرة ما هي حالهم ما هي حالهم حبطت أعمالهم ذهبت فبطلت لأنها على غير أساس وقد فقد شرطها والإيمان بآيات الله هل يُجزون إلا ما كانوا يعملون أي هل يُثابون إلا ثواب ما كانوا يعملون فصار ثواب أعمالهم هو الخلود في النار نعوذ بالله من النار ونسأل الله أن يرزقنا فهماً في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم والله الموفق والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبداً صادقاً مؤمناً أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر